يعني عندما نتحدث عن عودة للتيار الصدري للمشاركة في العملية السياسية السيد الصدر تحدث ربما مرارا وتكرارا بعدم المشاركة وربما كان له حديث مفصل حول الفساد وغيرها من التفاصيل لكن الآن بالرغم من حديث السيد الصدر هل من الممكن أن يتغير شيء وهل حديث المالكي حول عودة السيد الصدر إلى العملية السياسية يأتي إيجابيا في ظل كل المعطيات التي نشهدها اليوم على الشاحة العراقية لا ننكر أن هناك خلافات داخل الإطار التنسيقي وربما هذه تصريحات من السيد المالك ربما تهديد لقوى الإطار لأن تيار الصدري تيار له ثقله الكبير وممكن أن يحقق تقدم كبير في الانتخابات القادمة وعليه إشارة المالكي لهذا الموضوع من الممكن أن هناك يحدث تحالف ثلاثي جديد أو رباعي أو خمس خصوصا أن الإطار التنسيقي متخوف من السيد السوداني الذاهب لتشكيل كتلة سياسية منفردا في الانتخابات القادمة وهناك شكوك إطارية بأن يشكل السوداني تحالف ثلاثي مع الأكراد والسنة خصوصا نحن نرى السودان يتعامل بقوة ناعمة مع الأكراد والسنة لذلك الوضع السياسي الذي موجود داخل الإطار وضع تصادمي في الوقت الحاضر خصوصا أنه تم عزل المالكي نرى أنه البارزين في حكومة السوداني هم تيار الحكمة والعصائب بينما نلاحظ أن السيد المالكي أو دولة القانون بعيدين كل البعد عن السيد السوداني لذلك هذه التركيبة السياسية التي انتجها عشرين واحد وعشرين ربما تدفع المالكي وإشارة إلى التيار الصدري بأنني مستعد أن أتحالف مع التيار الصدري ما لو رجع طريقة كلامة طريقة ترحيبية بمعنى أنه لا توجد لديه مشاكل مع التيار الصدري وعليه نضح هذه التصريحات من ضمن خانة الصراع الداخلي داخل الإطار التنسيق